وجه مجلس الوزراء رسالة إلى المعتصمين أمام الديوان الملكي مفادها أن الديوان مفتوح دوما أمام الأردنيين ولم يكن مغلقا أمام أحد وأن جلالة الملك كان وما زال يلتقي أبناء شعبه في الديوان الملكي العامر وفي مختلف المحافظات والمناطق الحكومة أكدت تفاهمها الكامل للمطالب المشروعة للمعتصمين التي ترتبط بتأمين فرص العمل للشباب في مختلف محافظات المملكة وإدراكها العميقة أيضا للظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها شريحة اجتماعية واسعة كما دعا مجلس الوزراء الشباب المعتصمين إلى إنهاء الاعتصام والعودة إلى محافظاتهم حيث ستكون هناك قنوات مفتوحة أمامهم للمساعدة الكاملة في حل مشكلة البطالة من قبل الحكومة وبالتنسيق مع المؤسسات المختلفة في الدولة ومع القطاع الخاص